اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة بلقيس نستهلها بالعناوين استمرار المعارك في تعيز ولجنة التهديئات تؤكد استمرار احتجاز الميليشيا لشحنات الادوية قصم للميليشيا على مناطق في البيضاء وتعزيزات عسكرية تصل قيفة رداع حملة امنية وعسكرية في عدم بعد العثور على عبوة ناسفة في احد مساجد المدينة اهلا بكم صدت قوات الجيش والمقاومة محاولة تسلل لميليشيا القط والمخلوع الى منطقة النجود في تعيز وقالت مصادر في المقاومة ان قوات الجيش صدت هجوما للميليشيا في الضباب غرب المدينة واجبرتها على التراجع الى ذلك الى ذلك قصفت الميليشيا قرى ضبي العبوز بمختلف الاسلحة من اماكن تمركزها في جبل الريامي وجبل الهتاري بمديرية حيفان كما قصفت الميليشيا قرى في عزلة الاقروض التابعة لمديرية المسراخ الى ذلك قالت اللجنة التهدئة في تعز ان ميليشيا الحط والمخلوع تواصل قصف الاحياء السكنية ومهاجمة مواقع الجيش والمقاومة واحتجاز شحنة ادوية ومستلزمات طبية واكدت اللجنة في بلاغ رفعته للجنة الاشرافية العليا استمرار الميليشيا في حشد عناصرها ومهاجمة الجيش والمقاومة في المدينة ومديرية الوازعية وقالت ان الميليشيا تواصل احتجاز عدد من الشاحنات المحملة بأدوية ومستلزمات طبية تابعة لمستشفى الثورة مع استمرار منعهم ادخال المواد الغذائية والطبية والتضييق على حركة المواطنين وفي تعز ايضا لا تزال الميليشيا تواصل خروقاتها بقصف المناطق والقرى الواقعة تحت سيطرة المقاومة حيث شنت قصفا مدفعيا على قرى شمار وبلعان في عزلة الاقروض كما حاولت التقدم في جبهة الزنوج بغية السيطرة على الحي وأحياء اخرى في ذات المنطقة لا تمر دقيقة هنا دون ان يكون لصوت المدفعية حضور يشق سكون اللحظة طلقات وطلقات اخرى مضادة لها هي اذا ذاتها مشاهد القتال المتكررة التي اصبحت تملأ صباحات مدينة تعز لتعبر بوضوح عن مدى احتدام الاشتباكات في مختلف جبهات القتال عامة وجبهة الزنوج على وجه الخصوص المقاومة وبحسب تصريحات بعض مقاتليها ما تزال في موقف الدفاع والرد على مصادر النيران القادمة من اماكن تمركز الميليشيا التي تبحث عن التقدم ولو بالحد الادنى لاستعادة السيطرة على حي الزنوج وفي الجهة الاخرى من المحافظة ارتفعت وطيرة الاشتباكات بين الميليشيا والمقاومة في الوازعية في تجدد اخر لخروقات الميليشيا لاتفاق وقف اطلاق النار قرى بلعان بعزلة الاقروض هي الاخرى لم تسلم من القصف المتكرر ولا تزال المصادر في الميدان تؤكد ان الميليشيا تقصف بشكل عنيف وبمختلف الاسلحة على كل منطقة لم تجد فيها موضع قدم ليصبح صوت القذائف والثابت الوحيد في المعادلة التي فرضت نتائجها قبل ان تبدأ حتى اذا لا يزال العنف هو الطريق الاوحد الذي اختارته الميليشيا منذ بداية حربها على محافظة تعز ولا تزال طرق السلام خالية في انتظار من يمر عليها في مديرية الوازعية لقي خمسة من عناصر ميليشيا الخطي والمخلوع مصرعهم في مواجهات عنيفة مع المقاومة بتعز وقال مراسل قناة بلقيس ان المقاومة تمكنت من السيطرة على جبل الصبارة المطل على المركز المديرية والذي يربطها بمديرية المضاربة واتخذت الميليشيا الجبل موقعا لقنص المواطنين وافراد المقاومة المارين من المناطق المجاورة له عقدت محكمة عدل تعز اول جلسة محاكمة شعبية سورية للرئيس المخلوع لعبدالله صالح وزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي وقال منصق المحكمة اكرم الشوافي انهم يسعون بكل جهد لاعطاء صورة مصغرة للمجتمع الدولي عن مطالب المدنيين ازاء جرائم الميليشيا وان جهود السلام لن تتحقق الا عبر تحقيق عدالة مستدامة بهذه الكلمة بدأت اولى جلسات المحاكمة الشعبية لمرتكبي الجرائم من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين من ابناء مدينة تعز تهدف هذه المحاكمة الى التعريف بالقرائم والتعريف بالمجازر المرتكبة ضد مدنيين في محافظة تعز وكما تهدف هذه المحاكمة الى اعداد ملفات حقوقية ناضجة تحفظ حقوق الضحايا وتعمل على تقديمهم للمحاكمة الدولية المتخصصة وقائع الجلسة الاولى تم فيها مناقشة قضية اطفال الوايتات الذين استهدفتهم قذيفة هون في حي الضبوعة وبحضور اهالي الضحايا والشهود على تلك الجريمة ولغياب المتهمين في القضية تم تنصيب محام لهم من قبل المحكمة حتى يتم البدع بالمحاكمة نرجو الانضباط المحكمة تقرر تنصيب المحام جمال الربيع عن المتهمين الفارين من الاول وحتى الثالث تثبيت الاتهام على المتهمين بعد البحث والاستماع للشهود والدلائل وارفاقها في ملفات سيتم رفعها للمحاكمات الدولية بحسب ما جاء في كلام القاضي في نهاية الجلسة الاولى للمحكمة في قفص الاتهام صور المتهمين بارتكاب المجازرة بحق المدنيين من ابناء مدينة تعز في اول جلسات المحاكمة الشعبية فيما يأمل اهالي الضحايا تقديمهم للمحاكمات الدولية من اجل العدالة عمزة امين قناة بن قيس تعز ناشد اهالي منطقة غيل بن عمر في مديرية الشمايتين الحكومة والمنظمات الاغاثية بتعويضهم وتقديم المعونات الاغاثية ومعالجة جرح الانهيارات الصخرية في تعز وكان 18 شخصا بينهم نساء واطفال لقوا حتفهم بسبب الانهيارات الصخرية منتصف الاسبوع الماضي التقرير التالي والتفاصيل هطول الامطار الغزيرة يخلق اجواء من السعادة لكن ليس هنا ولا هذه المرة كان يجب على هؤلاء ان يكونوا سعداء لكنهم لم يجدوا وقتا لذلك فعليهم الاسراع لانقاذ ما يمكنهم انقاذه في منطقة غيل عمر بمجيرية الشمايتين غربي تعز الامطار تسببت بكارثة انسانية طبيعية انهارت المنازل على رؤوس ساكنيها بسبب الانهيارات الصخرية الناتجة عن السيولي والفيضانات ليهرع الناس الى تلك المنازل المساهمة في عملية الانقاذ ففي هذا الوقت لا وجود لدولة تقوم بهذه العملية الحمد لله على كل حال من الله علينا بامطار غزيرة وعندما حدثت الامطار الساعة الثالثة والنصف اتطاحت علينا سخور وداهمت البيوت يجد السكان وانفسهم وحيدين في هذه المهمة يعملون بجهد وجد لانقاذ العالقين تحت ركام المنازل المحطمة اما عملية الاغاثة فهي معدومة حتى اليوم بعد مرور عدة ايام على الحادثة الفاجعة رغم مناشدات المواطنين اغاثة منطقتهم باعتبارها منطقة منكوبة يوحد جميع هنا جهودهم للاغاثة يفشلون في الانقاذ رغم محاولاتهم الحصيلة كانت وفات ثمانية عشر شخصا في معظمهم نساء واطفال جراء التدمير الكلي لستة منازل واضرار جزئية في منازل اخرى يتناوب الموت اذا على سكان تعز فالاماكن البعيدة عن الحرب تصلها الكوارث الطبيعية كما هو الحال هنا فهي بعيدة ايضا عن معاناة المواطنين هنا رغم النداءات العاجلة لاغاثة المنطقة المنكوبة فلا حكومة لمن ينادي او يستغيث وفي البيضاء تواصل ميليشيا الخوث والمخلوع الدفع بتعزيزات عسكرية الى مناطق قيفة رداع وقالت مصادر محلية ان تعزيزات جديدة للميليشيا تضم دبابات ومدافع واسلحة متنوعة وصلت الى موقع العرقوف في بلاد الجوف بقيفة رداع الى ذلك قصفت الميليشيا مناطق نوفان وعيشما بمختلف انواع الاسلحة قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء روكن عبدالرب الشداد انه لا يمكن تحقيق الامن والاستقرار الا ببناء جيش وطني قوي بعيدا عن المناطقية والمذهبية واضف الشداد في حفل تخرج كتيبة المهام الخاصة في اللواء الرابع عشر ان نحو 2500 فرد سقطوا خلال المعارك مع الميليشيا في جبهة مأرب ولا بد من تكتيف التداريب لجميع الكتائب الجديدة لبناء جيش وطني حقيقي على أسس وطنية نحن نعوّل عليكم تعويل كثير جدا جدا ان تكونوا رافض ممتاز للواربع عشر المدرع وتمثلوا القوات المسلحة بعيد عن العصبية بعيد عن العنصرية بعيد عن الحزبية بعيد عن المذهبية نكون جيش بما معناه لان احنا عمرنا لن نستطيع ان تستقر بلدنا اذا لم يكن هناك جيش لا يمكن لو اليومين كلهم اتجمعوا في تجمعات ميليشاوية او تجمعات حزبية او تجمعات قبلية لا يمكن ان نستقر ولا يمكن ان نصنع دولة الا اذا صنعنا الرجال واذا كان هناك جيش وطني مثل امثالكم في الضالع تجددت المواجهات بين المقاومة والميليشيا عقب محاولة الحوثيين التقدم والسيطرة على مواقع في موريس شمالية المحافظة تحت غطاء من القصف المكثف بمختلف الاسلحة نتابع هذا التقرير عين ترقب ويد اخرى تضغط على الزناد هذا هو حال المقاومة الشعبية هنا في منطقة يعيس شمال الضالع للتعامل مع تحركات الميليشيا التي تحاول استغلال اي ثغرة للتقدم تعويل الميليشيا على التزام رجال المقاومة باتفاق التهدئة ومحاولتها التسلل باء بالفشل هذه المرة لان رجال المقاومة كانوا لهم بالمرصاد بعد ان عرف عنهم التنصل عن كل العهود والمواثيق كان في اطلاق نار كثيف الساعة العاشرة والنصف عدة مواقع للحواثة على منطقة يعيس وقمنا بالرد عليهم بالاماكن اطلاق النار يبقى القصف هو الجديد المستمر الذي تداوم الميليشيا على توجيهه الى مواقع المقاومة ومنازل المواطنين في موريس منذ اشهر مصادر ميدانية افادت بان الميليشيا قصفت بالمدفعية الثقيلة على مواقع القهرة وقاع الحياف ومضاريب العرفان يرى البعض بان استماتت الميليشيا في احراز اي تقدم في جبهات القتال هو ناتج عن عدم تعويلها على الحلول السياسية التي تتعامل معها من باب كسب الوقت لإعادة ترتيب صفوفها وبان الحل ستفرضه القوة للسياسة هذا ما تقوله المعطيات على الميدان والأيام القادمة كفيلة للتعريف بالطبيعة الحل سياسيا قال نائب وزير الخارجي الكويتي خالد الجار الله ان المشاورات اليمنية في الكويت تسير بالاتجاه الصحيح مشيرا الى ان هناك تفاعلا من قبل الاطراف للتوصل الى حل وأعرب الجار الله عن تفاؤله في التوصل الى اتفاق شامل ينهي صراع الدائرة في اليمن وقال ان المشاركين في الاجتماعات بدأوا التشاور في التفاصيل الخاصة بخلافاتهم وأضاف الجار الله ان هناك ارضية مشتركة بين الطرفين ستسهم بالتوصل الى اتفاق شامل ينهي المأساة في اليمن وفي السياق ذاته وصف المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ الصورة في اليمن بالقاتمة معتبرا ان الحل السياسي هو الحل الوحيد القادر على اعادة نور التفاؤل للمشهد اليمني وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي بالكويت لقد نسف النزاع في اليمن البنية الاقتصادية ومقاومات مؤسسات الدولة مشيرا الى ان اليمن حاليا في غرفة الانعاش فالاقتصاد يتراجع والبنية التحتية تنهار والنسيج الاجتماعي يتفكك واستطرد المبعوث الاممي قائلا ان الجميع ينتظر بصيص نور من الكويت ووحدهم المشاركون في المشاورات قادرون على تغيير المعادلة وفي شأن متصل قال المبعوث الاممي انه اقترح على اطراف المشاورات تشكيل هيئة انقاذ اقتصادية باسرع وقت ممكن تستفيد من خبرة ابرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ اجراءات سريعة لانقاذ ما يمكن انقاذه وفي اول رد على مقترح المبعوث الاممي بتشكيل لجنة اقتصادية عبر الوفد الحكومي في المشاورات عن رفضه للمقترح ودع الميليشيا الى رفع يدها عن الشأن الاقتصادي ايام قليلة تفصلنا عن تنفيذ اتفاق تبادل المعتقلين بين الحكومة الشرعية والميليشيا يأتي هذا التقدم بدخول المشاورات السياسية في الكويت شهرها الثاني حيث يجري الحديث عن احراز تقدم في ملفي تسليم السلاح وتبادل المعتقلين الذي سينفذ مطلع الشهر القادم لكن الطرفين يختلفان فيما يبدو على عدد المعتقلين الذين سيتم اطلاق سراحهم وبينما تشير مصادر قريبة من موثلية الميليشيا انه سيتم مبادلة الف سجين قالت مصادر في الحكومة ان الاتفاق ينص على اطلاق سراح كافة المعتقلين الذين يتجاوز عددهم اربعة الاف معتقل وتأخذ الترتيبات طريقة تقديم قوائم باسماء المعتقلين الى وسطاء من الصليب الاحمر خلال يومين على ان تشكل بعدها لجان محلية تتولى تسليم عمليات التبادل في الاستمرار الحال على ما هو عليه سوف يؤدي الى مزيد من التضخم رافق الحديث عن التقدم الطفيف في الملف السياسي حديث اخر حول اقتراح هيئة انقاذ اقتصادي ايضا اعلن عنها المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ الذي حذر من ان استمرار التدهور الاقتصادي قد يؤدي الى مزيد من التضخم في الاسعار وهو ما سينعكس على الوضع الانساني والاجتماعي لكن وزير الخارجي المخلافي قال ان الحكومة حريصة على انقاذ الاقتصاد من الكارثة التي تسببت بها الميليشيا من خلال اجراءات ترفع يد الميليشيا وليس الى شرعانة تدخلها في الشأن الاقتصادي وبدأ الاحتياطي النقدي بالتلاشي من النقد الاجنبي الذي كان يبلغ نحو اربعة مليارات دولار قبل الحرب حيث تتهم الحكومة الجماعة الانقلابية الذي تسيطر على العاصمة صنعاء وجميع مؤسسات الدولة بنهب الاموال ما تسبب بتفاقم الاوضاع ونذير ازمة اقتصادية حارقة الامم المتحدة التي اطلقت تحذيرات منذ وقت مبكر بشأن التدهور المتلاحق تجدد من وقت الى اخر نداءاتها اذ تؤكد ان معظم اليمنيين البالغ عددهم 26 مليون نسمة يحتاجون الى مساعدات غذائية ونصفهم تقريبا على شفى المجاعة يأتي كل ذلك في ظل الحديث عن وقف مؤقت لاطلاق النار منذ شهر الماضي لاعطاء فرصة لمحادثات السلام في الكويت بينما تواصل الميليشيا حربها على الارض مرتكبة مئات الخروقات بشكل متكرر وفي سياق متصل قدم الوفد الحكومي في مشاورات الكويت مناشدة امهات المعتقلين والصحفيين المضربين عن الطعام الى المبغوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ وطالب الوفد الحكومي بالعمل على سرعة اطلاق صراح المعتقلين والمخفيين واحترام الامهات والزوجات اللاء خرجنا في مظاهرات واحرقنا قمرهن وضفائرهن في ابلغ مراحل المناشدات الانسانية واكد الوفد على ما ورد في رسالة الامهات من اهمية اطلاق صراح ابنائهن معتبرا ذلك مقدمة ضرورية لانجاح المشاورات واثبات جدية الطرف الاخر في مسار السلام وفي ذات السياق قالت اسر عشرة صحفيين مضربين عن الطعام منذ ثمانية عشر يوما في سجون ميليشيا الحوثي انه تم نقلهم من سجن هبرة في العاصمة صنعاء الى جهة مجهولة وبحسب بيان لأسر الصحفيين فان ابنائهم المضربين عن الطعام منذ التاسع من ماي الجاري تم اخفاؤهم في سجن احتياطي هبرة في العاصمة ونقلهم الى جهة مجهولة علما ان حالتهم الصحية تستدعي نقلهم الى المستشفى فورا وعيونهم على ابواب سجن هبرة ترقبا للحظة التي سيفرج فيها عن ذويهم المختطفين والتي ظنوا انها باتت قريبة تباعد الميليشيا بينهم وبين املهم تفاجأت اسر المختطفين بنبأ اختفاء ابنائهم الصحفيين من السجن الذي كانوا فيه ونقلهم الى جهة مجهولة فالامهات توقعنا رد فعل مختلف اكراما لضفائرهن التي احرقت ولامعاء ابنائهن الخاوية لاكثر من نصف شهر في بلاغ صحفي صادر عن امهات الصحفيين حملنا الميليشيا المسئولية عن سلامة ابنائهن وجددنا مطالبتهن للحكومة وللمجتمع الدولي ولمجلس الامن ولمبعوثه ولد الشيخ التحرك الفوري لانقاذهم خصوصا وان حالتهم الصحية في تدهور مستمر ان هذه اللجنة ما زالت اليوم من اكثر اللجان تقدم في واقع الارض من ناحية التفاقيات ومن ناحية التفاهم ليقابل بلاغهن كما قوبلت كل الوقفات الاحتجاجية والمطالبات السابقة اما برسائل تطمينية بلا معنى عن اتفاقات لا تعني المختطفين وليس طرفا فيها او باصرار الميليشيا على استعمال قضيتهم كورقة سياسية تضغط وتراوغ بها كما هو الحال مع كل ما تملك قراره وتسيطر عليه قالت قيادة قوات التحالف العربي انها تقيدت بقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في جميع عملياتها العسكرية باليمن واضافت قيادة التحالف في بيان لها انها وضعت محددات وقيود صارمة تم بلورتها على شكل قواعد اشتباك من اجل حماية المدنيين وتجنيبهم اثار الصراع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والامن عملية انتشار واسعة في مديرية المنصورة بعدا وقامت بعملية تفتيش لعدد من المساجد بعد العثور على عبوات ناسفة وقالت مصادر محلية ان قوات الامن انتشرت في الشارع الرئيسي وفتشت عدد من المساجد وطالبت المواطنين بالابلاغ عن اي حالة اشتباه او عبوات ناسفة وجاءت عملية الانتشار بعد ان عثر مصلون على عبوة ناسفة في جامع الرضا وتم استدعاء خبراء المتفجرات لتفكيكها واضفت المصادر ان عبوة اخرى تم العثور عليها في جامع الصحابة ما تسبب بحالة ضعر وهلع لدى المصلين قال وزير الدولة هاني بن بريك ان الاجهزة الامنية القت القبض على دورية تداهم منازل لأسر من المناطق الشمالية في عدن واضف بن بريك ان التحقيقات الاولية كشفت ان اعضاء الخلية عناصر في قوات الامن الخاصة ويتبعون القائد السابق للامن عبدالحافظ السقاف وتشهد عدن عملية ترخيل تعصفية ضد عائلات ومواطنين ينثمون للمحافظات الشمالية قال المدير العام لمستشفى الصداقة بعدا جمال العلوي ان المستشفى يعاني من صعوبات عدة متمثلة في قطع المياه والاكسوجين ومادة الديزل ونقل موقع عدن تايم عن العلوي قولة ان المياه انقطعت عن المستشفى من قبل مؤسسة المياه الحكومية كما اوقف مصنع الاكسوجين امداد مستشفى الصداقة بمادة الاكسوجين تحت مبرر ان وزارة الصحة لم تفي بدفع المستحقات وشكل العلوي من اهمال وتجاهل الحكومة للمستشفى الذي يستقبل مئات المرضى يوميا وهو المركز الطبي الوحيد لامراض الاطفال والنساء والولادة وامراض الدم والاورام في المدينة وفي سياق اخر ادى انقطاع التيار الكهربائي في عدن الى وفاة عروسين عقب زفافهما بساعات قليلة جراء اختناقهما بدخان عوادم مولد كهربائي يعمل على الديزل وذكرت وكالة الاناضول ان العروسين عيدروس نصر الصياد وزوجته من سكان حي العيدروس في كريتر مات اختناقا بعوادم مولد كهربائي كان يستخدمانه ليلة زفافهما واضفت الوكالة ان والدة العروس اكتشفت فجر اليوم الجمعة وفاة العروسين عقب قدومها للمنزل قبل ان تلاحظ الدخان الكثيف يملأ ارجاء المكان النشرة مستمرة من قناة بلقيس وفيها بعد الفصل الحكومة تتلقى وعودا من البنك الدولي وصندوق النقد بالمساعدة في ايقاف نزيف الاقتصاد المحلي استمرار المعارك في تعيز ورجنة التهديئة تؤكد استمرار احتجاز الميليشيا لشحنات الادوية قصف للميليشيا على مناطق في البيضاء وتعزيزات عسكرية تصل قيفة رداع حملة امنية وعسكرية في عدن بعد العثور على عبوة الناسفة في احد مساجد المدينة اهلا بكم من جديد اطلق ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي حملة الالكترونية من اجل لفت انظار العالم والامم المتحدة والحكومة الى معاناة المواطنين في المحافظة بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وتشهد المحافظة ارتفاعا في درجة الحرارة في ظل غياب تام للتيار الكهربائي منذ ما يقارب العام بالتزامن مع دخول فصل الصيف القائد اشتركوا في القناة يناقش غزراء خارجية الدول العربية يوم غد السبت تطورات الاوضاع في اليمن بناء على طلب من الحكومة الشرعية وقال النائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي ان نتائج مشاورات الكويت ستكون محل نقاش بين وزراء الخارجية العرب واكد حلي ان دولة الكويت تبدل كل الجهود المطلوبة منها انطلاقا من دورها المشهود في معالجة القضايا العربية معربا عن امله في ان تصل المشاورات الى حل للازمة اليمنية بما يحفظ وحدته واستقراره قال وزير التجارة والصناعة محمد السعدي ان الحكومة تلقت وعودا من البنك الدولي وصندوق النقد بمساعدة اليمن واضاف السعدي في تصريحات صحفية ان المؤسستين الدوليتين ستقدمان الدعم الفني والاستشارات مشيرا الى ان هذه الجهات الدولية تبذل قصار جهدها لوقف نزيف الاقتصاد المحلي وقال السعدي ان وفدا امريكيا يتبع المنظمة الامريكية لدعم التنمية سيساعد في تحسين اوضاع الاقتصاد اليمني قال وزير الادارة المحلية ورئيس اللجنة الاغاثية العليا عبد الرقيب فتح ان 21 مليون يمني بحاجة الى اغاثة ورعاية صحية واوضح فتح في تصريح لقناة بالقيس ان الحكومة لديها بيانات واضحة عن الاعمال الاغاثية واحددت احتياجات اكثر من 11 محافظة يظل كما يقال جهد المقل 21 مليون يمني اليوم بحاجة الى اغاثة طلباتها المختلفة 14 مليون يمني اليوم بحاجة الى رعاية صحية ساد 2015 نوع من العشوائية في العمل الاغاثي وهذا كم امر وارد وكنا عاملين له حساب لكننا كنا نقول بان تذهب الاغاثة لكل مواطني الشعب اليمني رغم كثير من السلبيات والقصور الذي نعترف فيه اطلقنا شعار ب2016 بان تكون الاغاثة اغاثة منظمة بحيث تستند على بيانات فلذلك بدأنا بفتح مكتب في عدن هذا المكتب بدأ الان يستقي بيانات كثيرة جدا من احتياجات المحافظات وبدأنا ايضا ننظم العمل الاغاثي بدأنا ننشئ بالتعاون مع شقان الخليقيين مكتب تنسيق المساعدات الخليقية للشعب اليمني المقدم من شقانه في الخليق بدأ مركز الملك سلمان يقود هذا العمل الاغاثي فلذلك نبشر اهلنا في اليمان بان 2016 هي العمل الاغاثي منظم اليوم لدينا بيانات واضحة من اكثر من 11 محافظة تحدد احتياجاتها بالمقالات المختلفة نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين استمرار المعارك في تعز ولجنة التهدئة تؤكد استمرار احتجاز الميليشيا لشحنات الادوية قصف للميليشيا على مناطق في البيضاء وتعزيزات عسكرية تصل قيفة رداع حملة امنية وعسكرية في عدن بعد العثور على عبوة ناسفة في احد مساجد المدينة نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس المزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الالكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كنتم في رعاية الله وحفظا اشتركوا في القناة